موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي طلبات وطالبات الشهادة الاعدادية نستكمل مع بعض مراجعة الوحدة الاولى في الجبر السؤال رقم تلاتة به بيقول لي باستخدام القانون العام اوجد مجموعة حل المعادلة فيها سن تربية عنقص خمسة سين زائد تلاتة بيساو صفر مقربا الناتج لرقم عشري واحد طبعا قبل ده كله لازم نكون حافظين القانون العام اللي هو السين بيساوي شرطة كسر سالب به مجب او سالب جزر تربيعي به تربيع ناقص 4 الف جيم على 2 الف طيب شوفي المعادلة بتقول ايه سين تربيع ناقص خمسة سين زائد تلاتة بيساوي صفر هنجيب معامل السين اللي هو ساوي سالب به موجب أو سالب به تربيع ناقص أربعة ألف جيم على اتنين ألف هنعوض في المعادلة مرة بالزائد ومرة بالناقص يبقى سين بتساوي أربعة وتلاتة من عشرة ولازم ناخد رقم واحد بعد العلامة ونعوض مرة بالسالب يبقى السين بتساوي سبعة من عشرة يبقى مجموعة الحل عندي أربعة وتلاتة من عشرة وسبعة من عشرة السؤال الرابع اوجد مجموعة الحل للمعادلتين جبريا في حافحة المعادلة الأولى سين زائد صاد بيساوي خمسة المعادلة التانية سين ناقص صاد بيساوي واحد زي ما تعودنا هنحط المعادلتين تحت بعض سين زائد صاد بيساوي خمسة ونعملها المعادلة رقم واحد سين ناقص صاد بيساوي واحد هنعملها المعادلة رقم اتنين ما بينهم كده نقوله بالجمع نحزف صاد موجب مع صاد سالب نجمع سين مع سين يبقى واحد سين واحد سين يبقى اتنين سين وخمسة واحد يدينا ستة اتنين في كام يا شباب يدينا ستة يبقى السين هنا بكام بتلات او نقسم هنا على اتنين وهنا على اتنين يبقى السين بيساوي تلات نعوض في اي معدلة ويستحصل ان احنا نعوض في المعدلة اللي فيها زائد عشان ما تتوش منك يبقى شيل السين نحط مكانها تلاتة يبقى تلاتة زائد صاد هيساوي خمس تاب 3 زائد كامل دينا 5 يبقى 3 زائد 2 يبقى الصاد بيساوي 2 جبنا السن ب3 وجبنا الصاد ب2 هنقول له مجموعة الحل قص المجموعة وبعدها قص زوج مرتب السن الاول يا شباب ما تنساش يبقى السن ب3 والصاد ب2 يبقى مجموعة الحل الزوج المرتب 3 و2 السؤال رأيه عددان نسبيان مجموحهم 42 والفرق بينهما 10 اوجد العددين عاملة زي الفزور النص الاول من المعادلة من الكلام ده هتلي معادلة والنص التاني برضو هتلي معادلة بيقول لعددان نسبيان مجموحهم 42 احنا بنفرض ان العددين يا شباب سن وصاد يبقى كون معادلة كده يبقى سن زائد صاد بيساوي 42 اسمها المعادلة رقم واحد طب بيقول لفرق بينهما 10 يبقى سن ناقص صاد يبقى الفرق ناقص يبقى سن ناقص صاد بيساوي 10 اسمها المعادلة رقم اتنين هتقول له كده ما بينهم بالجمع ايوه سامعك هتحذف مين مع مين صاد مع صاد صاد موجب مع صاد سالب ايه هتحذف موجب مع موجب ولا سالب مع سالب طير هنا صاد مع صاد جمع السينات مع بعضها يبقى واحد سن واحد سن يبقى اتنين سن اتنين واربعين زائد عشرة يدينا اتنين وخمسين هنقسم هنا على اتنين وهنا على اتنين نجيب قيمة سن اللي هو العدد الاول يبقى اتنين وخمسين على اتنين يدينا ستة وعشرين هنعوض في المعادلة ايوه رقم كما شباب واحد ولا اتنين ايوه اللي فيها الزاد يبقى واحد كل ما تقابلك سن نشيلها حنطة بكانها ستة وعشرين يبقى ستة وعشرين زائد صاد بيساوي اتنين واربعين هنود الستة وعشرين النحة التانية يبقى صاد بيساوي اتنين واربعين ناقص ستة وعشرين يساوي ستاشر يبقى العدد التاني ستاشر يبقى العددان ستة وعشرين وستاشر السؤال الخامس مثل الدلة دلة سين بيساوي اربع ناقص سين تربيع بيانيا في الفترة سالب ثلاثة وثلاثة ومن الرسم جزرية اوجد جزرية المعادلة ومعادلة محور التماسل عارف انت هتقول ايه هتقول يا مستر احنا خدنا المعادلة دي في الترم الاول ايه الفرق ما بين الترم الاول والترم التاني في الترم الاول يا شباب كان طالب منك نقطة رأس المنحنى ومعادلة محور التماسل والقمة العظمة او الصغرى الترم ده عايزك تطلع حاجة واحدة بس او تركز على حاجة واحدة بس بعد ما ترسم عايز نقطة تقاطع المنحنى مع محور السنات يعني عايزك تجيب جزرية المعادلة عايزك تجيب جزرية المعادلة زي ما تعودنا بالقلة الحزبة احنا طبعا بنعمل جدول بنكتب سين وصاد وتقوله بالقلة الحزبة موت تابل يعني هو موت سبعة وتكتب اربعة ناقص الفا اكس تربيع كتبت كده المعادلة بعدها تقوله يساوي بعدها تقوله سالب ثلاث يساوي وتلاثة يساوي يدينا الجدول قيم سين مع قيم صاد السين هتحطها بسالب ثلاثة هتطلع الصاد بسالب خمسة سين بسالب اثنين هتطلع الصاد بصف سين بسالب واحد الصاد هتطلع بثلاثة صفر واربعة واحد وثلاثة اثنين وصف Tig وصف تلاثة وسالب خمسة تقدر كده ترسم المنحنى فبالتالي هيقطع محور السنات في 2 وسالب 2 2 وسالب 2 يبقى هما دول يا جماعة جزري المعادلة تقوله جزري المعادلة 2 وسالب 2 او سالب 2 و 2 معادلة محور التماسل سين بتساوي كام سين بتساوي صفر القيمة العظمية هنا بتساوي 4 طيب نشوف السؤال الرقم بيه مستطيل تقوله هي زيد عن عرضه بمقدار 4 طبعا هنكون منها معادلة فاذا كان محيط المستطيل بيساوي 28 سنتي اوجد مساحة المستطيل طبعا هنفرض ان الطول سين والعرض صاد الطول سين والعرض ايه صاد بيقوله الطول بيزيد عن العرض بمقدار كام 4 يبقى لما نجي نكون معادلة يزيد هنا يعني ناقص يبقى سين ناقص صاد بتساوي 4 هنعملها معادلة رقم 1 بيقولي كمان ان محيط المستطيل بيساوي 28 طبعا عارفين كلنا ان المحيط المستطيل بيساوي الطول زائد العرض الكل في اتنين يبقى سين زائد صاد الكل في اتنين بيساوي 28 احنا طبعا مش عايزين الاتنين هنا هنقسم على اتنين هنا وهنا يدينا سين زائد صاد بتساوي 14 هنسميها المعادلة رقم 2 بكده يبقى العملية سهلة ونقدر نحل المعادلتين مع بعض بطريقة الحزم يبقى هنا بالجمع هنحزف صاد مع صاد نجمع سين مع سين يبقى واحد سين واحد سين يبقى اتنين سين 14 و4 يدينا 18 يبقى اتنين في كام اتنين في تسعة يبقى السين بيساوي 9 اللي ده الطول احنا جبنا كده الطول بكام بتسعة سنتي هنعوض في المعادلة رقم 2 اللي فيها الزائد او اي معادلة او اي معادلة يبقى كل اللي ما تقابلك سين نشيلها ونحط مكانها تسعة يبقى تسعة زائد صاد بيساوي 14 هتطلع الصاد بخمسة يبقى الطول عندي بتسعة سنتي والعرض عندي بخمسة سنتي وهو عايز مساحة المستطيل كلنا عارفين ان مساحة المستطيل بيساوي الطول في العرض الطول عندي تسعة والعرض عندي خمسة يبقى تسعة في خمسة بخمسة واربعين سنتيمتر مربع السؤال رقم 6 اوجد مجموعة الحل للمعادلتين سين زائد صاد بيساوي 1 سين تربيع ناقص صاد تربيع بيساوي 7 زي ما تعودنا نحطهم تحت بعض سين زي الصاد بيساوي 1 نسميها 1 سين تربيع ناقص صاد تربيع بيساوي 7 هنسميها رقم 2 هي الزمنا طبعا نجيب معادلة هنعدل المعادلة الاولى يبقى يا اما ننقل السين هناك باشارة مخالفة يا اما ننقل الصاد طب لو ثبتنا السين بتساوي يبقى واحد ناقص صاد هنسميها المعادلة رقم 3 بالتعويض من المعادلة 3 في 2 يبقى واحد ناقص صاد لكل تربيع ناقص صاد تربيع بيساوي 7 زي ما تعودنا نفكوا القصد هيديني 3 حدود الاول يضرب نفسه والتاني يضرب نفسه واللي فوق ينزل اضربهم يبقى واحد ناقص اتنين صاد زي صاد تربيع ناقص صاد تربيع بيساوي 7 هنطير صاد تربيع موجب مع صاد تربيع سالب هيدينا سالب اتنين صاد بيساوي 7 ناقص واحد بيساوي 6 يبقى سالب اتنين صاد بيساوي 6 يبقى الصاد بيساوي كام سالب 3 هنعوض في اي معادلة نعوض طبعا في المعادلة رقم 3 اللي احنا عدلناها يبقى سين نسين ناقص 3 يساوي 1 يبقى مجموعة لحل القوص المجموعة الزوج المرتب بسن الاول يبقى سن باربعة وصاد بسالب 3 يبقى مجموعة لحل، أربعة وسالب 3 كان معكم محمد علي